في فضيحة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي العقيدة القتالية تنحني أمام المال لجأ جنود احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيع معداتهم القتالية بحثا عن المال بعد أن أدركوا أن جيشهم لن يسعفهم ولن يلبي حاجاتهم بأسعار زهيدة تباع هذه المعدات القتالية عبر منصات بيع المنتجات المستعملة على شبكة الانترنت وانتشرت عشرات الإعلانات لبيع المعدات من خوذات النايلون العسكرية إلى منظير البنادق هناك تناقض ملفت يحدث داخل جيش الاحتياط بحسب شهادات جنود في تقرير لموقع كالكاليست الإسرائيلي بعضهم عند تسريحهم من الخدمة يحتفظوا بالمعدات القتالية خشية الحاجة إليها في المستقبل وأخرون فضلوا بيعها لجني المال بينما هناك جنود احتياط إسرائيليون في الميدان لجأوا إلى أسواق البيع الإلكترونية للبحث عن المعدات التي تنقصهم بعد أن تسلموا معدات قديمة أو ناقصة أو ليست لها علاقة بمهماتهم القتالية رواج هذه السوق يدل على عمق الصدع بين جيش الاحتلال الإسرائيلي النظامي وجنود الاحتياط رغم محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي لوضع خطة لتقليص الفجوة في المعدات بين جنود الاحتياط والجنود النظاميين لكن هذه الخطة تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار والجيش يشك في إمكانية إدراجها في الميزانية المتاحة له حاليا إذن مشاهدين الأحبة هذا الموضوع أثار الكثير من الجدل وتفاعل معه الكثيرون خاصة في المنصات الإسرائيلية حول طبعا بيع معدات جيش الاحتلال تابعوا معي ديفير كوهين قال أتفق تماما مع التقرير لقد كنت جنديا احتياطيا في غزة لأكثر من أربعة أشهر ونفتقر إلى المعدات القتالية القياسية الأساسية أما أليكس هورشمان قال أعلم أن جنود الاحتياط يحاولون على الأقل إعادة بعض الأموال التي استثمروها في المعدات والتي كان من المفترض أن يقدمها الجيش الإسرائيلي ديف قال يزعجوني رؤية الأشخاص الذين يبيعون معدات جيش الدفاع الإسرائيلي أنها حقا سرقة وجريمة اشتركوا في القناة